سبيل للإعلام الحلقة حداشر أهلاً أهلاً بديكم اتفضلوا أهلاً وزعلاً الحمد لله الحمد لله جيناك عشان نسمع قصتك جميلة من قصتك الشيغة الممتعة إن شاء الله يا بنا إن شاء الله طبعاً في المرة الفاتت يا جماعة قلنا إنه سيدنا عيسى عليه السلام جاوب حيرانه لما سألوه عن الصلاة ووراهم الطريقة اللي بيصلوا بيها وواصل حديثه عن الصلاة وضرب لي حيرانه مثل وقال ليهم يا أحبة لو فرضنا إنك قمت ومشيت لصديق في نص الليلة وقلت ليه يا أخي لو سمحت أدني ثلاثة رغيفات عشان عندي ضيف جامل سفر في وقت مدخل وما عندي له حاجة يا أخلا صديقك دح يعمل شروف تفتكر إنه سيرد عليك من جوه يقول ليك أرجوك ما تزعجني دلوقتي لأنه نحن قفلنا الباب ونمنا عشان كده ما حا أقدر أقوم أتضيك أي حاجة لا بالعكس هو حيقوم ويديك الطلب لأنه على الأقل إذا ما كان عشان العلاقة الطيبة بينكم حيكون عشان تغديروا للوضع الحرجي أنت فيه بالرغم الإزعاج عشان كده أنا بقول ليكم أسأله الله وهو دايما حيديكم احتياجاتكم الأساسية وأقفوا على باب الرحمن وهو حيفتحوا ليكم لأنه كريم عشان كده كل اللي بيطلب بيلجاه وكل اللي بيجيف على باب الرحمن الله حيفتح بابه ليهو طيب خلوني أسألكم سؤال وخاصة الآباء لو فرضنا إنه ولدك طلب منك سمكة حتديه بدلة دبيب؟ أو طلب منك بيضة حتديه بدلة عجنب؟ بالتأكيد لا طيب إذا كنتوا أنتوا البشر الأجل عطف شفقة من الله الوهاب بتدى أولاكم هدايا كويسة إذا من باب أولا إنه الكريم حيعطوا السر الإلهي للي بيطلبوه وفي مرة سيدنا عيسى عليه السلام كان بيطرد روح شيطان ملكت ليها راجل لغاية ما خلنته بقى أبكم ولما سيدنا عيسى طرد الروح الشيطانية دي الراجل الأبكم قدر يتكلم والناس اتعجبوا لكن بعضهم طلبوا من سيدنا عيسى يوريهم برهان عشان يعرفوا فعلا إنه مرسل من الله ولا لا وبعض رجال الدين المتعصبين كمان شكوا في عمل سيدنا عيسى وقالوا الزوت ده أكيد بيعمل كده بواسط إبليس لكن سيدنا عيسى عليه السلام علم بل في قلوبهم وقال ليهم يا ناس كل مملكة فيها نزاع بذي خريب وكل عاجل يكون فيها خلاف وعدم اتفاك حتما حتتفكر وإذا كان إبليس ملك الشواطين نفسه واجع مع عوانه في نزاع مملكته كيف حتى سلمه أنتوا بتقولوا إني بطلع الشواطين بواسطة إبليس طيب لو فرضنا إنه ده صحيح حيرانكم اللي بيطرد الشواطين بيطلعوها بواسطة منه بالعقل كده عمل حيرانكم ده هيشهد عليكم وإذا كنت أنا بطرد الشواطين بغوط الله ده معناه إنه المملكة الموعودة بدت تصهر بيناتكم وسلطة إبليس بدت تضعف كمان لأنه إبليس هو زي الزول القوي لما يحدث ممتلكاته وهم مسلح وطبعا الزول لما يكون قوي ومسلح أمواله يكون في أمان لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه حيشيل منه سلاحه المعتمد عليه ويسلبوا ماله ويوزعوا غنايم عشان كده يعرفوا المسل تقويس وينتبهوا وخلوا باكم لأنه ما معي خدوا الضيه ولأنه ما بيرشد الناس لطريقي حيضللهم عشان كده انتبهوا لإيمانكم لأنه الشيطان لما ينطرد من نفس أي إنسان حيحوم عشان يفتش الراحة بأي طريقة لكن ما حيلقاها لأنه حيكون زي التائح في الصحراء ولما ما يلقاها حيفكر ويقول أنا لازم أرجع لسكني للزي والجبال مركت منه لأني حيرتح هناك ولما يرجع حيلقى سكنه نظيف ومنظم بسبب عدم إيمان الضحية وده حيغر الشيطان ويمشي يجيب له سبعة شواطين أشدة وأمكر منه كمان وكلهم حيسكنوا في جسد الزلدى ويملكوه عشان كده حالته في المرة دي حتكون أزعب من حالته في المرة الأولى لأنه ما آمن ولا نية ومن ضمن الحاضرين كانت في مرة لما سمعت الكلام ده قالت لسيد نعيسى عليه السلام جيد ليه أمك الولدتك وردعتك هنيالة يا ولدي يا مبروكة السعدة بالجد هما اللي بيسمعوا كلام الله ويعملوا بيهو ولما عدد الحاضرين كبر سيد نعيسى قال ليهم يا جماعة في ناس كتيرين من أمكنا دي ضالين وعلى مضلالهم دا إنهم بيطالبوا ببرهانه لكن ما في لهم أي برهانه غير كلام سيد البشر لأن الموقف هنا زي موقف النبي يونس مع قومه وزي ما كان كلام النبي يونس برهان لأهنينوا برضو كلم سيد البشر حيكون هول برهان الوحيد للناس دي وهنينوا لما الله يبعثون يوم الدين حيشهدوا ضد الضالين اللي أنا تكلمت عنهم دي لأنه هنينوا تابوا لما يونس انزلوا وهنا في أعظم من يونس لكن الناس دي ما سمعوا كلامه وما تابوا وبرضو ملك السبع لما الله يبعث معهم يوم الدين حتشهد ضدهم لأنها جات من آخر الدنيا عشان تسمع حكمة سليمان وهنا في أعظم من سليمان لكنهم ما سمعوا كلامه عشان كده ركزوا اهتمامكم وخلوني كمان أقول لكم إنه ما في زول بيولي عليه فانوس ويخطه في مكان ما بنشاف أو يغطي بأشي يمنع ضوه لكن بيخطه في مكان عالي عشان ينور للداخلين ونفس الشي كمان حياتكم هي زي الفانوس يعني لما تصرفاتكم تكون سليمة حتى نعكس نورا للإيمان الفي حياتكم لكن لما تصرفاتكم تكون شريرة وضالة حياتكم حتكون مضلمة بالكامل عشان كده أعمل حصابكم عشان ما ينطفن نورا جواكم وتكونوا عايشين في الظلام أحا وبعد سيدنا عيسى ما خلص كلامه كان في واحد من الفريسيين عزموا عشان يتغدى معاه وسيدنا عيسى قام ومشى ليه وهناك دخل وقعت في الصفرة بدون ما يغسل يديه للأكل وعمل كده عن قصد عشان كده الراجل العازم واستغرب جداً لكن سيدنا عيسى طبعاً كان متوقع استغرابه ده عشان كده قليهو انتوا يا فريسيين بتهتموا بين الصحون والكبايات من برا مع انوا من جوا انفسكم مليانة بالطمع والنهب والفساد دلوقت خليني أزألكم مش السوى الظاهر هو السوى الباطن برضو يا ضالين يا منافقين اتخلصوا من الطمع وتصدقوا بينية صافية من قلوبكم بدون تفاخر عشان كل شي يكون ليهكم طاهر يا فريسيين واهلاكم لأنكم حسب الطورات بتقدموا العشر ليالله من كل شي حتى النعناع وباقي البهارات النابتة لكن معا كده بتهملوا الأهم بتهملوا محبة الله والعدل معا انه المفروض تراعوا محبة الله والعدل بدون ما تهملوا الواجبات الصغيرة ومرة تانية برضو بقول لكم واهلاكم يا فريسيين لأنكم بتحبوا دائما تقعدوا في الصفة الأول في بيوت عبادة وكمان بتحبوا الناس يغدروكم ويصهر لكم الاعجاب لما يشوفوكم في الأسواق والمحلات العامة وبرضو واهلاكم انتوا زي النجاسة المازاهرة اللي بينشوا عليها الناس بيدون ما يحسوا بيها وبعد الكلام ده في واحد من علماء التورات قام قال لي سيدنا عيسى تكلام شنو يا فضيلة الشيخ انت بحديثة كده بتشتيمنا احنا كمان وانتوا كمان يا علماء التورات واهلاكم لأنكم باجتهاداتكم بتخطوا أحمال صغيلة جدا على أكتاف الناس بدون ما تحركوا أصبح واحد لمساعدتكم واهلاكم يا منافقين لأنكم ما بتعلموا الناس كلام الله جدودكم قتلوا الأنبياء وانتوا دلوقت كمان وافقتوا على اللي اللي عماله لأنكم ما وريتوا الناس لسالة الأنبياء ومع كده بتبنوا للأنبياء لضرائح بعد موتهم وفي ده سيد البشر مختار الله قال أنا حأرسل الأنبياء والرسل للناس في الأمة دي لكن لأنه أغلبهم غير مؤمنين حيقتلوا جزء من الأنبياء والرسل وكمان حينوا جزء منهم حيحقروه عشان كده الناس دي الأغلبهم حيتحاسبوا على كتل الأنبياء من بداية الخلق من دم هابيل إلى دم النبي زكريا المات مقتول في ساحة بيت الله يا علماء الطورات وأهلاكم لأنه مع إنكم أخذتوا مفتاح المعرفة لكن ما دخلتوا من باب المعرفة الربانية ولا خليتوا كانوا يعايزين يدخلوا دهالو ولما سيدنا عيسى مرق من مكان العزومة علماء الطورات والفيريسين كمان مرقوا معاهم وكانوا بيهاجنوا فيه بشدة وبيجألوه عن أمور كتيرة نتمنينه يغلب عشان يلقوا له بفرصة فيه فيش مهم أحب أذكركم لا يا جماعة؟ ماذا؟ اللي هو؟ زكريا السيدنا عيسى تكلم عنه وقال إنه مات مكتول في ساحة بيت الله ده يا جماعة بالمناسبة هو مش زكريا أبو النبي يهيا ده نبي تاني كان برضو اسمه زكريا ماذا؟ هايا اعتقرنا وذكارية نبي تاني الله مشكورة يا الله الله يخليكم يلا خلونا نقيف هنا يا جماعة ونوافل يا مرتاني إن شاء الله الله يخليكم الله يخليكم إن شاء الله تحية زاروك إخراك تمادر سيخدين